سهل الخير اه النهاردة ان شاء الله بازن الله اه هنغطي موديول نمبر فايف ماركتنج ام سيلز احنا بس في الاول كده محتاجين يتكلم عن الاجزام الاجزام اه طبعا هيبقى يوم اه 23 اه خمسة يوم الثلاثة اللي بعد الجيد اه والاجزام حيغطي كل الموديول اه طبيعي الموديول اللي بعد ميت ترم السايز بتاعها مش مش كبير وبالتالي احنا هتلاقي الموديول اللي بيخلص بعد ميت ترم معانا بشكل سريع يعني شوية اه طبعا احنا اللاست ويك كلمنا عن الابريشنز وكلمنا عن الاتش ار ويكلمنا عن الابريشنز ويقولنا طبعا دي من ضمن الحاجات الامبورتانت جدا لما نيجي نتكلم على ستارت اوب فاحنا لازم نبقى كل حاجة محسومة وطبعا ممكن برضو عن الاوتسورسنج ويكلمنا على كل الاسبتس او كل الديمانشنز اللي هي الخاصة به هاو تو ران البزنس ميديول نمبر فايف بيكلم على واحدة من ضمن المين والميجور اكتيفتي في الستارت اوب يعني رامنج اند اوبريشنز الحقيقة هو الماركتينج اند سيلز حقيقة ماركتينج اند سيلز ممكن ده يكون حاجة امبورتانت جدا لان هي بتبقى عن الساكسيس او الفيلير بتاع الستارت اوب بتاعك مهما كان الافورتس والاكتيفتيز والفانشنز اللي انت عملتها اولادي في يعني في البريفيوس فيزيز الحقيقة في المراحل السابقة في يعني انشاء الستارت اوب بتاعك الايديا الماركت اوبورتونيتي كل ده الحقيقة هيبقى فانيوليس لو حضرتك ما احترمتش به الفانشن او الاكتيفتي الخاص بالماركتينج ان سيلز سو ميديون نمبر فايف بيتكلم على الماركتينج ان سيلز فهنتكلم كده فيه على بعض الاشيوز وبعض الديمينشنز الخاصة بالفانشن دي الحقيقة عشان نشوف ايه هي الاكتيفتيز والتاكتيكس اللي ممكن احنا يعني لازم نشيد لايت عليها او نصبت الضوء عليها علشان نزود من البروبيليتي او الاحتمالية بتاعة الساكسيس بتاعة البزنس بتاعنا شور طبعا اكيد طبعا دي شابتر اوتلاين او دي اوتلاين طبعا هنتكلم بقى فيه كده على بعض الحاجات يعني طبعا نمبر ون احنا يعني طبعا طلاب في الفاكلتي اوف بيزنس او الفاكلتي اوف كوميرس بفور يعني فطبيعي جدا احنا واخدين الكورس كامل في الماركتينج في الفاكلة فشور احنا عارفين بتاع الماركتينج الحقيقة وهي عارفين يعني ايه الماركتينج وايه الديفرنس بينه وبين الساكسيس طبعا بعض الناس بتخرج بالاتنين يعني بعض البيبول كده بيبقى مش بيقدر يعمل طبعا الماركتينج ده يعني مفهوم كبير طبعا اوسع جدا من الساكسيس طبعا الساكسيس ده واحدة من الاكتيفتيز اللي موجودة في الماركتينج انما طبعا الماركتينج بيشمل اكتر طبعا من حاجة الحقيقة طبعا هي عبارة عن مجموعة من الاكتيفتيز مجموعة من الفانكشنز مجموعة من التاسكز مجموعة من المهام اللي انا بعملها علشان نعمل نعمل ديسكوري للنيدز التاعة الكونسيومرز وكده ونعمل ديليفرينج او بريبريشن للفاليو اللي انا بسلمها للكاستمرز دايما الماركتينج هو دريفن باي الفاليو الفاليو يعني القيمة فالماركتينج الحقيقة او سكسيس ماركتينج هو بيقوم على اننا how to deliver value او او اذا تسلم قيمة او value للعميل طبعا العميل كده كده بيدفع price فهو عايز ياخد value اكبر من هذا price طبعا او at least equal لهذا price لان الحقيقة لو حصل العكس ده هنا احنا عندنا problem عندنا مشكلة كبيرة لان دايما الكونسيومرز او دايما الكاستمرز لما بيشتروا اي product فطبعا بيدفع price معين فلو حاس ان الperceived value او قيمة اللي هو حصل عليها less than price فطبعا ساعتها بيتحول عطول لمرحلة dissatisfaction طبعا مع موجود السوشيال ميديا مرحلة dissatisfaction دي مرحلة من مراحل difficult جدا وصعب جدا 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 dangerous جدا لان هو طبعا اه يقدم بساطة طبعا النهاردة ينقل الصورة الزهنية السقيقة طبعا عن الشركة لاكبر عدد ممكن من من الكونسيومرز especially في الكونسيومرز بيصدقوا على طول البوستز اللي من النوع ده وبالتالي احنا هنا بيكون عندنا مشكلة جدا جدا بالنسبة للكامبني فمهم جدا طبعا حقيقة ان احنا لازم يفاهمين ان الماركتنج لازم يسلم او لازم تدليفر او قيمة للكاسميرز يعني على الاقل ايكوال طبعا البرايس اللي بيتفاعه شوف برضو انا هنا هتكلم او طبعا اكيد برضو من ضمن الاوتلاينز بتاعتنا او من ضمن الكونسبت الرئيسية اللي اح ممكن نتكلم عليها هي فكرة التارجت ماركتس والسيجمانتيشن مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان ما تقدرش ان انت تعمل ستارت اوب او شركة تقدر تعمل ميتنج وسيرفينج لكل الماركت بكل بكل الكاسميرز جروب بتاعته بكل اللوكيشنز بكل الاجز وان سو طبعا ده كلام غير صحيح وغير وغير منطقي دايما لازم ان انت تبقى بالتارجت سيجمانت جوه الماركت يعني لازم تستهرف قطاع معين كده من الماركت ان طبعا طبعا احنا خدنا في ساعتاني قبل كده ان الماركت ده ممكن نقسمه بناء على النواحد ديموغرافيك زي الاجز والحاجات دي كلها والسوشيال مثلا ممكن نقسمه كمان حسب اللوكيشن ممكن نقسمه حسب النواحي البرسونال او النواحي السيكولوجيكال حسب الشخصية وحسب الموتف توباي ان سو ففي الاخر انا لازم استهدف يا سيجمانت معين من الماركت والسيجمانت ده هو اللي انا بطرجته هو ده انا لو انا لو انا ما عملتش كده يبدأ كده بالزبط هعمل يعني ايه يعني مش عارف انا بروح فيه مش عارف هاخدم الناس كلها ازاي طبعا لان طبيعي الماركت جواه مجموعة من او مجموعات من الكاسمرز فطبيعي جدا انا مش هقدر اخدم الناس دي كلها مش هقدر اقدم لهم طبعا يمكن لهم اللي طبعا فيه عني حاجة اسمها الماركتينج ميكس او العناصر المزيجي التصويق او اللي هي اللي هي طبعا الاربع حاجات دول بيختلفوا من من ماركت تواناثر بيختلفوا من وبالتالي انا لو انا مش مركز مع الماركت بتاعي اللي طبعا انا بتكلم ان انا يعني بتكلم ان انا عبارة عن شركة صغيرة فطبيعي جدا انا ما ينفعش ابقى مركز على كل الماركت وعمل بقى كل مجموعة عامل لها الميكس بتاعها اه مجموعة عايزة يعني بروتكت بالموصفات معينة وبرايس بالموصفات معينة وبرموشن بشكل معين وسياسة خاصة بشكل معين في الاخر حالي نفس ان انا متشافتت كده فبالتالي انا مش هقدر اكون متميز في اي حاجة من دول فحبقى في الاخر عبارة عن مستر افنان يعني انا عمال اخدم الناس كلها ومش عايفة عمل ايه اساسة ولذلك دايما هنا في لما ديجي نتكلم عن الماركتينج تكلم عن التسويق فانا لازم ابقى محدد كويس جدا انا بتارجيط انهو ماركت وبتارجيط انهو كونسيومرز والكونسيومرز انا السمطوم بناء على ايه بناء على الايج ولا بناء على اللوكيشن ولا بناء على الايديوكيشن ولا بناء على النواحي ولا بناء على النواحي ولا بناء على ايه بالزبط عشان ابقى عارف كويس جدا ايه هي الطبيعة والنيتشر والكاركتوريستيكس بتاعة الناس دول عشان اقدر ان انا شوف هما عايزين ايه عشان ده حيساعدني في بتاعي اللي هيخليني ان انا انجح وابقى جدا في تسليم الفاليو اللي هما عايزينها وطبعا وانس ان انت وصلت الكونسيومرز بتوعك والكاسيومرز بتوعك لمرحلة فطبعا ده الى حد ما بيزود من طبعا بتاع البزنس في المرحلة دي وكمان بيزود من الكدرة ان انت تعمل او تعمل نمو طبعا في المستقبل طبعا للمارك بتاعك والتاني للشركة بتاعك فالماركتينج الحقيقة بهذا الديفينيشن وبهذا الفوكس يعني واحد من ده من الميجور اكتيبيتيز اللي يمكن يبقى مسؤول عن جريد دي الحقيقة اوف الساكسيس الخاص بأي ستارتاب برضو هيدا الحقيقة لازم بجانب طبعا الماركتينج احنا لازم بقى في حاجة برضو جواه كده ان احنا بنتكلم عن السيلز السيلز طبعا يعني البيع وطبعا احنا يعني في كده عندنا في ايجيبت دايما ان السيلز يعني دي حاجة وظيفة وظيفة سيئة ووظيفة مرهقة ووظيفة مطعبة وطبعا النهاردة ظهر على يا طبعا ظهر على السوشيال ميديا وظهر على تيك توك وظهر على يوتيوب مجموعة من الليكشورز بتتكلم على السيلز وازاي اتخاذ العميل مش عارف يعني يشتري منك طبعا اتسوكي ده فاين كل ده جميل كل لحاجة بس طبعا السيلز لازم يبقى يتم بشكل 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 تمام بشكل اخلاقي وبشكل منطقي عشان في الاخر السيلز ما يتحولش لي الناس يشتري مني وانس وفاجأ بعد كده ان الناس دي مشت مني لان هما اكتشفوا ان انا خدعتهم او اكتشفوا ان انا قدت لهم يعني مش مش مناسبة دايما الاتهام اللي بيروح دايما للناس بتوع السيلز الحقيقة ان هما بيبقى عايز يعمل التارجت وخلاص وبالتالي اه ممكن اه يعمل او يعمل خداع للعميل واقع بالتالي وفاجأ ان ان العميل مثلا يجيش تلا مرة مجيش تلا تالي وبالتالي هنا السيلز لازم يتعمل له مانجمنت يتعمل له ادارة ادارة مش مقصود بيقسم جوا شكلة يعني ادارة يعني لازم يتعمل له بلاننج ويتنظم له ويتوزع المهام بتاعته ويتعامل يكون ترول عليه عشان طبعا في الاخر الحقيقة ان احنا نبقى مركزين جدا في ان احنا لما بنبيع احنا يهمنا ان احنا بنبيع وبنعمل مع الكاسميرز بتاعنا وطبعا كمان طبعا ان احنا لازم برضو يبقى الكاسميرز طبعا الحقيقة احنا نبقى يعني نضمن ان هما يرجوش لمن هنا تاني ولذلك الحقيقة لازم هنا ان احنا نحط بتاع السيلز بتاعتي يعني انا تلوقتي لما اجي مثلا اعمل سيلز لازم احط استراتيجي لازم احط استراتيجية الاستراتيجية دي تبقى بتجوفرن او بتحكم كل السيلز اكتيفتيز اللي انا بعملها جوا الشركة ولازم كمان يبقى السيلز بيبل بتوعي اللي هما هشتغلوا معايا لازم يبقوا ملتزمين بهازي طبعا بهازي الاستراتيجي طبعا احنا اخذنا قبل كده يعني ايه استراتيجي يعني يعني استوب تفكير يعني فلسفية يعني في بعض الاسبكتز او في بعض الكتب بتسميها لونج تين البلانز في الاخر يعني نعم انواع الكالشر او الثقافة او الفلسفة اللي بتحكم دايما الدستيشنز اللي انت بتاخدها في الاريا بتتكلم عليها وبالتالي طبعا الحقيقة هنا طبعا احنا بنحط استراتيجي فلازم طبعا يبقى الابجيكتيفز والبلان والتاكتيكز والاستراتيجي واضحة بالنسبة لي يعني انا ما ينفعش ان انا ابقى فرحان ان انا بعمل التارجت وان انا ببيعه خلاص وان انا بعمل منتج جديد فعمل فرحان بيه وداخل ع السوشال ميديا وعمل بيعه خلاص كده وعمل لدي الناس بروميسيز والبروميسيز دي انا مش قادر حقاها وبالتالي هنا لازم تبقى كل حاجة طبعا واضحة جدا طبعا هنا استفزي فيزيز بقى انت عشان تبيع وعشان تعمل بيع كويس جدا كياسيل زمان او كراجل بيع الحقيقة او كاونر حتى لستارت اوب لو انت حتقوم بهذا التاسك بنفسك فالحقيقة بيمر بسبع مراحل كل مرحلة بتسمع في اللي بعدها وبالتالي السكسس بتاع وان فيز بيأثر على السكسس بتاع السبسيكوانت برضو فيز اللي بعدها على طول طبعا اول مرحلة هي مرحلة بروسبيكتنج مرحلة بروسبيكتنج يعني انت لازم تبقى عارف البرودكت او السيرفيس اللي انت بتقوم بيها او اللي انت بتقدمها للماركت هي بتسمع فقاله ونيتز عنده يعني هل فيه لينك ما بين البيان بتاع البرودكت بتاعك مع النيتز بتاع الكونسيمرز طبعا ده هيسهع فقالك جدا عليك يعني انت فكرة ان انت يبقى يبقى المنتج بتاعك المنتج ده يبقى مطلوب ويبقى يعني بيلمس او بيطاقش نيد مطلوبة في الماركت طبعا دي حاجة مهمة جدا في انت لازم تبعارف كواس جدا انهو نيد انت بتخدمها وانهو نيد انت بتعمل لها ميتنج وانهو نيد طبعا انت بتارجتها وزيك عشان كده هنا دائما بالموضوع بالمهمة جدا ان انت لازم تبعارف ده كرجل بيع او كسي او او كاونر لستارت اوب عشان ده هو اللي هيعمل لك زي انطلاقه كده عشان تخش طبعا بعد كده في المراحل بعد كده لازم لازم تعرف انت بتارجت انهو نيد ويه المنتج ده بيسمع في نيد مثلا ايه بالزبط الحاجة تاية طبعا هي مرحلة 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 يعني لازم انت تبقى عندك لازم ان انت تجمع معلومات عن السوق لازم تعرف السوق ده في ايه السوق ده في ايه يعني مين الشركات المنافسة بالنسبالك ايه طبيعة الكاسمرز القوة الشرائية بتاعتهم اخبارها ايه الليدي بتاعتهم اللي هم الحاجات اللي هم بيركزوا عليها في المنتج ايه هي والتالي انا عشان طبعا بجاهز نفسي الحاجات دي كلها هي مرحلة الاعداد ما ينفعش ابدا انك تروح للماركت او تروح لكلاينت او تروح لكاسمرز وانت مش عارف عنه معلومات وبالتالي هو سهل جدا نقول لك لا والله انا انا مش حاضر اشتير منتج بتاعك انما انت لو 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 دارس الماركت ده ودارس الكاسمرز جدا هتقدر تعرف ساعتها ايه هي الطريقة اللي انت هتعمل بقى فيها نمبر ثري اللي هي مرحلة مرحلة يعني مرحلة 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 مع مرحلة مرحلة مثلا يفضل طبعا انك انك ممكن تروح مثلا طبعا انك تقابل لو لو انت عايز تتكلم معاه او ممكن مرحلة مرحلة الفون ممكن تقابل مثلا يعني فون كل كده ولا حاجة مثلا معاه بحيس ان انت الحقيقة ان انت بتشوف انت هتعمل بتاعه ازاي? يعني ايه افضل طريقة? حسب طبعا البرودكت بتاعك وحسب السيرفز انت بتقدمها. فيه سيرفزز لازم عشان تورينه مسلا سامبل مسلا من المنتج بتاعك. ممكن فيه سيرفزز تانية او فيه تاني. ممكن الفون ده اناف. فليه حسب برضو كل ستارت اوب وبردو كل الكمبني. المرحلة بعد كده الفيز بعد كده مرحلة البرزنتيشن. البرزنتيشن خلاص انت بقى خلاص رحت كده وخدت معادي مسلا سواء في فون او ديفر وتوضحت بقى والله انت جاي تبيع له ايه? او انت جاي تقدم له ايه? جاي تقدم له طبعا ايه دي بقى دي هنا? الفيزي بتتوقف على او المهارة بتاعت السيلز معنا. او السيلز او السيلز استافع مثلا يعني. فيه واحد هو يروح حافز كباتل وخلاص كده. فبالتالي ممكن ساعتها يطلع حالة او يتخلق حالة من الملل بالنسبة للعميل. وفيه واحد تاني بقى عنده يعني عنده سيلز. عنده مهارات. بالتالي يقدر ان هو يعتمد على ميكس بقى ما بين والباوربوينت وممكن يعرض له فيديو ممكن يعرض له مش عارف ايه. فها طبعا مرحلة هي مرحلة فكرة يعني كروشيل جدا مرحلة حاسمة جدا في اي يعني في اي سيلز ديل. وبالتالي عشان كده دايما بيبقى هنا الشاطر هو اللي يعرف يستحوز على هذه المرحلة. بعد طبعا مرحلة بتحصل بقى بعض البعض الاشيوز مثلا ان ساعات بيحصل ريجيكشن. ريجيكشن يعني ايه يعني العميل بعد انت تقول له المنتج بتاعه هو ممكن يساعته يرفض ان هو يعمل ديل او ان هو ممكن مثلا ما يبقاش مقتنع. في دراسة عملت مثلا قالك والله يعني حوالي يعني فورتي فور برسنت او يعني ايسف او يعني ايتي برسنت من من بيتم رفضها. يعني تقريبا من كل مئة زيارة ممكن يتقابل عشرين ويترفض تمامين. ربعا هنا حقيقة لازم يبقى برضو السيلز مان عنده برضو صبر يقدر ان هو يتعامل مع هزا او مع هزا او مع هزا الاعتراض الحقيقة. طبعا الاعتراض طبعا الحقيقة. ده طبيعي جدا بس في المقام الاول لازم برضو يعرف اسبابه ايه. يحاول مثلا مع كمان مش عارف ايه. يعني الى حد ما يعني ما يقسي ويه مش كده خلاص. والموضوع انتهى على كده خلاص وانا كده عملت العليا. عشان كده دايما السيلز بمحتاج يعني البيبل دول عندهم عندهم السيلز عالية جدا مش عايز اقول ان هما يقورزلين يعني بس الى حد ما بيبقوا حارسين قوي على ان دي دا تام. الفيز نمبر سيكس طبعا هي مرحلة بقى مرحلة مرحلة الحقيقة. مرحلة يعني خلاص انت كده عملت بتيل خلاص يعني فبالتالي طبعا كده لحد ما انت كده تم ومريت العقد مع او اقنعته بالشير خراس وبدأ ان هو هيحاول لك يعني خلاص طبعا عشان كده لازم بقى يتعامل يعني فولو اوب طبعا بعد كده يعني فولو اوب بمعنى ان هو والله تشوف بقى يتأكد هال الديل دا فعلا اكتمل الاخر ولا الراجل مسلا عمل اه مسا العميل مسلا اه يجع في كلامه اه هل دفع كل الفلوس ولا دفع جزء من الفلوس التايم دا اخد وقت الدي ايه مسلا بالنسبة للديل دا يتم. في الاخر طبعا انت عندك هنا الفولو اوب دا مهم جدا. جزء كبير على فكرة من الناس ما بتحبش تعمل. بس هو في الاخر حاجة مهمة جدا عشان تعرف الحقيقة اه يعني ايه اللي كان كويس في اسنان البروسيس دي ويه اللي ما كانش كويس. دي كده الفيزز بتاعت السيلز اللي انت لو انت عندك ستارت اوب وانت بنفسك لو انت نقونا روحت روحت قابلت كاسميرز او انت حتى الابعادت حد طبعا اللي هو اه لازم طبعا هو يلتزم بهزي الفيزز. اه مهم برضو جدا حقيقة يعني واحنا بنعمل الماركتينج ان احنا لازم نبقى عندنا ان احنا ندرس ونعمل اناليسز او تحليل الماركتينج انفارمنت. ماركتينج انفارمنت يعني الكونديشنز الظروف الموجودة في الستارت اوب بتاعك اللي هي ممكن تأثر على الماركتينج بتاعك. طبعا الانفارمنت دايما بيبقى نوعين فيه المايكرو انفارمنت البيئة الصغيرة البيئة اللي هي اللي بتأثر عليها بشكل مباشر الفاكتورز اللي هي اه يعني اه لو انا تجاهلت واحد منهم ممكن البيزنس عندي بقات ريسك الحقيقة زي الكمبيتورز زي الارجنازيشن بتاعتي زي السبلايرز زي الانترميديورز الوسطاء زي الكاسميرز كل دول اسمهم مايكرو انفارمنت مايكرو انفارمنت يعني دول الحقيقة ليها مع البيزنس بتاعي يعني ليها اتصال مباشر ليها تعامل مباشر اه ليها تواصل مباشر وبالتالي حقيقة انا مقدرش ابدا اعمل لهم يعني مثلا ماينفعش تجاهل بتاعي بيعمل ايه مثلا مع في الاخر ده في الاخر ده منافس اه ماينفعش تجاهل ايه اللي جوه بتاعي يعني عندي مشكلة في الفانانشل ريسورسز عندي مشكلة في الفيزيكال ريسورسز عندي مشكلة في فلازم ابقى فهم كواس جدا ايه اللي بيتم برضو السبلايرز بتوعي السبلايرز طبا بتوعي رغب ان انا واحد بتاع ماركتينج بس مش معنى كده ان انا اتجاهل اتجاهل السبلايرز لان في الاخر الكوالي بتاعة الماتيريال والكمبولنس اللي انا باخدها من السبلايرز ليها ليها افكت وليها امباكت على الكوالي بتاعت بتاعي فطبيعي جدا ان انا ماينفعش اتجاهل طبعا حاجات دي كلها اه برضو الوسطاء بتوعي الطريقة اللي انا بوزع بيها المنتج بتاعي او بتاعتي الحقيقة ليها تأثير مهم جدا على اللي انا باخدها من عند او اللي الكاسمرز بياخدها فممكن جدا الوسيط ده ممكن يبقى مش ببصير انها رقم واحد عنده ممكن يبقى بيوجه الكاسمرز دي الشركات المنافسة من السباية وهكذا لازم برضو ابقى فاهم الكاسمرز لازم ابقى فاهم الطبيعة بتاعته اعتقد احنا اخدنا في في الماركتين كورس بتاع ساعة تانية الكونشيمر البيهيفيور ان انت ازاي تدرس البيهيفيور بتاع الكونشيمر بتاعك عشان تقدر تفهم قويس جدا الناس دي بتشتري ازاي وايه هي الفاكتورز اللي يعني الفاكتورز اللي بتاثر على بتاعتهم على فاكتورز بيسموا الناس دول هما الكينج اوف زا بزنس يعني في بعض في بعض الابينيونز كده بتقول لك الكاسمرز دول هما الكينج بتاع البزنس هما دول اهم الناس في بزنس فالحقيقة لازم تبقى عارف كويس جدا يعني الموضوع ده بيتامي ازاي عشان كان لازم تفهم الطبيعة بتاعتهم او السيكولوجي بتاعتهم فكل دول طبعا هي فاكتورز بتاثر على اللي لازم اي حد شغال في الماركتنج بيعمل ماركتنج بلاننج او بيعمل يعني ماركتنج مانجمنت في الستارت لازم يبقى اوير ويبقى فاهم كواس جدا الموضوع ده بيتامي ازاي برضو ما ينفعش ابدا افوكس على الماكرو انفارمينت وتجاهل الماكرو انفارمينت طبعا الماكرو انفارمينت يعني ممكن مثلا الماكرو انفارمينت بتاثر على البزنس بتاعي بشكل مباشر ممكن تاثر علينا بس او تاثر على الناس اللي في الاندستري او في الصناعة اللي شغال فيها فقط انما الماكرو انفارمينت هي دي عبارة عن جنرال كونديشنز ظروف عامة بتاثر على كل البزنسز اللي شغالة مثلا في الكوندريتي اه ممكن مثلا يبقى الماكرو انفارمينت مثلا هي الكونديشنز اللي في ايجبت بتاثر على اي حد عنده بزنس في إنما الماكرو انفارمنت ممكن تبقى حاجات مرتبطة بالاندسترين نفسها الصناعة اللي نشغل فيها بس صناعة الحديد صناعة الابليكيشن صناعة الموبايل صناعة السراميك whatever البزنس اللي نشغل فيه عشان كيه دايما الماكرو انفارمنت طبعا بتأثر طبعا بشكل أكيد بس طبعا بتاع الامباكت بتاعها أو التأثير بتاعها هي سكوب عالي جدا الماكرو انفارمنت طبعا هي نواحي بوريتيكل نواحي سياسي أكيد طبعا يعني الظروف السياسية الاستقرار السياسي الحاجات دي كلها الظروف الاكتصادية طبعا الانفليشن العملة الجي دي بي الناد الجامل الإجمالي والحاجات دي كلها اللي هي ظروف اقتصادية البطالة الانترست على الانترست على اللونز طبعا طبعا الظروف أو النواحي الاجتماعية والثقافية ثقافة المجتمع المجتمع ده ايه المنتجات اللي هو بيرحب بيها وايه ايه المنتجات اللي ممكن مرحبش بيها في الاخر طبعا دي بردو كلها بردو النواحي التكنولوجيكال مستوى تقدم التكنولوجي اللي في الكانتري هال الدولة دي هي مصدرة لتكنولوجي تكنولوجي يعني اكسبورتر ولا تكنولوجي امبورتر ولا مستوى لتكنولوجي التكنولوجي اه مستوى الانفرامينتل طبعا او هنا طبعا مقصود بها يعني النواحي او البيئة الطبيعية اه البلد فيها زراعة مفاز زراعة فيها اه فيها محميات طبيعية فيها اه مناخ معين فيها محتاجة حميها فيها توافرة في الريسورس فيها فيها الشورتكش في الريسورس مثلا زي اليابان كده في الاخر يعني لازل بردن بفهمين كواس جدا النواحي اللي هي متعلقة بالاستنامى البيئة يعني وكمان الكونديشنز او القانوني الموجودة مستوى التقدم القانوني التشريعات القانون الحماية المستهلك القانون التاكس الدرائب طبعا لو انت خدت كده الحرف الاول من كل دي منشا من دول حيطلق لك كده حاجة اسمها بستيل بستيل طبعا دي اختصار لكل الاسبيكس الخاصة بالمكرو انفرومات لو رجعنا كده تاني للماكرو انفرومنت هتلاقي برضو يعني كوزميك او اللي هي طبعا النواحي اللي هي متعلقة بكل الابعاد او بكل ال子 بتاعت بتاعت بالمايكرو انفرومنت في القاتل انت سواء انت يعني هنا في مستوى ماركتنج لازل تبقى اوير بالكونديشنز اللي على المستوى الماكرو والكونديشنز اللي على المستوى الماكرو برضو مهم جدا هنا تبقى انت عارف والله انا لما اجي اعمل السيلز بتاعتي بعد بقى طبعا بقى ما عملت understanding وبعد اما فهمت خلاص البيئة بتاعتي وبعد اما خلاص فهمت ده ماشي ازاي برضو لازم اعرف انا هاتمد على to increase or to enhance sales طبعا السيلز ده ببقى عامل كده زي ايه زي الشخص المتعطش ده من انه يأكل فما بيشبعش يعني انت عملت التارجل بتاعك تسوقيه هتلاقي بعد كده انت عايز تقبل التارجل بتاعك بعد كده هتلاقي ان انت محتاج ان انت تقبل التارجل اكتر ففي الاخر هتفاجأ ان انت ما عندكش limitless sales فدايما انت اولوز كده عايز يعني to be better واكبر وتبقى اكتر وهكذا فعشان كده دايما هنا الحقيقة لازم تبقى عندك مجموعة من من التاكتكس المجموعة من يعني اللي انت تقدر انت تعملها علشان تنجح فعلا ان انت تزود من sales بتاعتك دايما ودايما ان انت تحاول دايما ان انت تكبر من sales volume بتاعتك عشان تقدر ان انت تشترك واس جدا طبعا انت ممكن تخش يعني جديدة ممكن مسلا انت بتقولي نفسك كده انا في الفيز نمبر وان والله انا انا هاتمد على الماركت دا مسلا هاتمد على السيجمونت دا وطارجت مسلا السوق مسلا بتاع الاطفال ممكن بعد فترة دي ترقون كلا ولا حاجة تقول الله طبعا انا حاخد المنتج دا او ممكن هروح مسلا لسوق تاني مسلا سيء حاول اسوق به نفس المنتج طبعا دا مسلا لو تاخدوا بالكو ان جونسون ان جونسون بعد ما كان بيقدم الشامبو بتاع الاطفال فبدأ ان هو يخش ماركت تاني ان هو بدأ يقول للامهات ان ان انت ممكن تستخدم الشامبو بتاع الاطفال دا اللي شعرك انت مسلا بشكل مباشر فده مفيد بالنسبة لكو كده فهو كده اخد نفس المنتج وايه اداه لماركت تاني او لقطاع مستهدف تاني ممكن يكون احد التاكتكس اللي عندي او احد اللي عندي ان انا ممكن اقدم نيو بروتكتس ممكن اقدم منتجات جديدة منتجات الجديدة دي تخلي الناس كل حد شريك زي مثلا قبل نكي جديد تقول لك والله انا عندي الايماك مثلا او انا عندي الايفون هقدم الايبد والتالي قدمت منتج جديد compromised اكيد طبعا اللي هيبقى بستهدف منه الناس اللي معم сегодня١ اوفوا وكذا ففي الاخر انت بتقدم منتجات جديدة لنفس الناس اللي عندك او حتى لمجموعة اخرى من الكازميرز. برضو احد ال برضو هنا الستراتجيز انت ممكن تعتمد على الوب سيلز يعني تزود استهلاك الناس من المنتج بتاعك. والقروس سيلز يعني فكرة ان انت برضو ان هما اشتروا ال بيسموه بقى هنا ايه بيسموه بقى يعني ايه ايكو سيستم يعني مثلا مسلا تيجي قبل تشجع الناس ان انت عمارك ايفون فانت ممكن تشتري بقى الايباد. ممكن تشتري الايماك. ممكن تشتري الابل ووتش ممكن تشتري اللاب توب بتاع ابل ممكن تشتري الديسك توب بتاع ابل ففي الاخر انت يعني ايه بتعتمد على الايكو سيستم او النظام كله بحيث انا ببعلك النظام كله بتاع ابل بكل منتجاته ممكن برضو ان انا اعتمد على الكونفرجنز وفكرة ان الناس تحول من المنافس بتاعك لان انت تقدر ان انت يعني انت تقدم مجموعة من الوفرز مجموعة من الديسكاونز مجموعة من الانكارجمنت يعي تاكتكس اللي تخلي الناس اللي بتعاملوا مع المنافسين بتاعك يقدروا ان هم يجودك انت ويفضلوك انت برضو عن المنافسين برضو فكرة يعني فكرة الريبيت البيزنص صبعا ودي خاصة اكتر مثلا زي شاهد كده وزي وزي نتفلكس مثلا وزي بين ان انت بتجدد الاشتراك للناس وبردي اوفرز عشان يطول اشتراكه معاك في الاخر برضو انت بيديعيد تاني الموضوع كده مرة كمان ففي الاخر دي كده مجموعة من مجموعة من طبعا ومجموعة من التاكتكس اللي بتقدر انت تعملها علشان بتقدر ان انت تكبر من برضو حجم السيفز بتاعتك طبعا الحقيقة هنا لازم ضربو ان انت دايما يكون عندك ويكون عندك جهد دايما ان انت دايما تلاقي طبعا انك تلاقي عملة جداد ودايما تكبر من بتاعك ان انت دايما بتحاول انت يتبرينج انت مجموعة جدا من عملة طبعا هنا لازم برضو تبقى عارف كواس جدا ان هنا فيه مرتبطة طبعا بالحاجات دي كلها وفي نفس الوقت برضو كمان ان انت لازم يحصل معم انواع الكميونيكيشن مع هزا العميل السلايد دي الحقيقة مش هتوقف عندك دي خالص يعاني بس نفهم بس منها كده حاجة واحدة هي فكرة ان انت ما ينفعش ابدا انك تكتفي وانت انك تكتفي بمجموعة بس من عملة هو ما دولين تتعايش عليهم لا لازم دايما انت تفكر في قدام وتفكر ان تكبر حجم العملة بتوعك ولازم برضو تفكر ان انت تخش برضو سيجمالت جديدة بعد كده فطبعا ده هنكس جدا عليك في التعامل مع العميل. الاسطلاق الحالة الاخيرة في ده هو بعد ما تحصل على العميل العميل ده بالنسبة لك هو 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 الصروة. هو هو ده مصدر مصدر الداخل بتاعك. زي ما قاله كده هو بتاع البزنس هو المالك بتاع البزنس. وبتاع شاكده نهارده ظهر حاجة اسمها او السي ار ام. السي ار ام الحقيقة هي اه يعني مجموعة من اللي بتخالي دايما العلاقة اللي بين وبين العميل علاقة علاقة بسرط علاقة ايجابية علاقة بتبنى عليها. طبعا السي ار ام هو ان احنا ازاي نخلق لينك او نخلق علاقة ما بينها من العميل. العلاقة دي في خالي دايما العميل ده يصل لمرحلة يصل لمرحلة الولاء ويصل لمرحلة. يبقى 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 اللي بتاعتي اللي ما يتأثرش ابدا بالتقدم له من من يبقى الى حد ما العميل عنده ولاقلية عنده الانتمائلية لا يتأثر باي اغراءات. وطبعا السي ار ام الحقيقة ممكن لبصير ان ايه ان هي عورة عن تكنولوجي. طبعا النهارده بقى فيه بيتعامل مع العميل بالذات طبعا في الشيكات اللي بتعتمد على فكرة ممكن بسرعة على انه هو يعني فكرة عندي في ان انا العميل بتاعي دايما انا مهتمي بيه مهتمي دايما باحتياجاته مهتمي دايما بتاعته ومهتمي دايما بتاعته لو فيه شكابه بنسباله مهتمي بالفول اوب معاه ان انا برفع للمستوى اللي بحصل عليها فهو ده كده عبارة عن عن ممكن كمان ابوست كمان ان هو برا عن عملية فيها مجموعة من مجموعة من الخطوات لازم اقوم بيها علشان اقدر ان انا اتعامل مع طبعا مع هذا العميل يظل الحقيقة يظل وفقه لوجه نظر كل المتخصصين في مجال الماركتينج هو اهم واحد في الشركة تمام ولكن طبعا انتم عارفين دايما اوكي طبعا احنا بنهتم دايما بالكاسمرز اللي هو فعلا من اهم في الشركة بس مش معنى كده يبقى هو رقم واحد اه او انا مش شايف غيره بالعكس طبعا هو اكيد طبعا واحد من ضمن الكيي بس في نفس الوقت برضو كمان اه العميل ده انا مش حاضر اخدامه لو ما عنديش اكشار قوي ولو ما عنديش فاينانس قوي ولو ما عنديش اونرز اقوية وما عنديش اه اه بزنس اورجانزيشن قويه بالتالي طبعا هو اه من ضمن الناس المؤثرين جدا في الكامل بتاعتي اه بكده احنا خلصنا مديول نمبر فايف اللي هو ان ماركتين ان سيلز بقيلنا بس كده جزء صغير من مديول نمبر سيكس طبعا اللي هو النواحي الفاينانشال ده ان شاء الله كده انت تزروره في الفيديو قد ان شاء الله